اضافة لبرد الشتاء يعاني قاطنو مخيم الركبان على الحدود السورية الاردنية من قلة المواد الغذائية التي بدأت تتناقص منذ نحو ثلاثة اسابيع فيما ارتفع سعرها يوما بعد اخر حتى بات تأمين وجبة متواضعة لعائلة واحدة حلما صعب المنال فيما بات الخبز وجبة الرئيسية مع القليل من مواد اخرى غير انه حتى هذه المادة مهددة بالغياب بعد قلة الطحين ما يعني توقف الفرن الوحيد المتبقي في المخيم عن العمل وفي ظل فقدان باقي المواد الغذائية يكون المخيم مقبلا على مجاعة يحذر ناشطون انها قد تهدد حياة نحو ثمانية الاف شخص يومين ولم يعد يتبقى ولم يعد يتبقى بالمخيم اي حب الطحين نناشد المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي الضغط على ميليشيات الاسد والميليشيات الايرانية لفك الحصار على المخيم الرقبان واعتبار هذا الحصار جريمة ابادة جماعية واحالتهم من المحكمة للجنايات الدولية يقول عدد من ساكن الركبان ان ميليشي اسد تحاصر المخيم لاجبار قاطنيه على التوجه لمناطقها فيما يصر نازحون على الخروج الى الشمال السوري او البقاء في المخيم مع دخول مساعدات لهم على اقل تقدير فعلى مبدأ المجرب لا يجرب يخشى اهالي الركبان من انتقام ميليشي اسد كما حصل لعائلات خرجت لمناطق الميليشيات العام الماضي وقامت حينها الافرع الامنية باعتقال عدد من الخارجين وزج الشبان في التجنيد الاجباري مخيم الركبان الواقع في عمق بادية حمص لا يوجد فيه زراعة ولا عمل وتدخل اليه كل عدة اشهر بعض المساعدات التي كان اخر عهد للمخيم بها في شباط من العام الماضي اي منذ اكثر من عام ورغم ذلك لم يترقى المخيم اي وعود لحل الكارثة الانسانية من اي جهة كانت لا دولية ولا انسانية او اممية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة